المبادرة دي بدأناها مع وزارة التابعة والتعليم مع بداية العام الدراسي الجديد قلنا ان احنا هنبدأ نشجع الطلبة في المرحلة الابتدائية على عملية فصل المخلفات داخل المدرسة بالتوازي عملية التشجير زي ما حضرتكم أشارته بدأنا ان احنا نختار نموذج تجريبي 50 مدرسة في المنطقة الشرقية في محافظة القهيرة و50 مدرسة في المنطقة الخاربية نزلنا ندوات تدريبية وتوعية للطلبة ايه همية فصل المخلفات وليه احنا عايزين نفس المخلفات داخل المدرسة وعيناهم قلنا لهم يحط بواي الأكل في الصندوق ده واي مخلفات تانية في الصندوق ده تشجيع عملية الفصل برضو بالتوازي وعيناها عن عملية الزراعة وايه همية الزراعة وبتساعد في الحفاظ على البيئة ازاي ودي نمازج تجريبيه لعملية الزراعة برضو ان يحافظ على البيئة الخارجية مش داخل المدرسة بس وده بين عكس على السلوك الداخل المنزل نفسه يعني الطالب اللي بتعود داخل المدرسة على عملية فصل المخلفات ويحط المخلفات هنا في حاوية والمخلفات العضوية في حاوية تانية ده بينعكس على البيت الخارجي بينعكس على البيئة الخارجية في عملية الزراعة لما نشجعه في عملية الزراعة فده كان الهدف الأساسي اللي تم مع وزارة التربية والتعليم ده نموذج تجريب إن شاء الله هنعممه على كل المدارس خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله عادة تدوير دي فكرة مهمة جدا إحنا عندنا كنوز إحنا بننتج أطنان من القمامة وللأسف في بعضها بيحرق والحرق ده بيخلي فيه أضرار للبيئة في حين إن إحنا لو استفدنا منها وخلينا العضوي عضوي وخلينا البلاستيك بلاستيك وخلينا الورق ورق هنعرف نستفيد من الورق ده نعمل ورق تاني والبلاستيك نعمل منه بلاستيك تاني كلمنا عن القصة دي وإزاي إحنا يعني لما نفصل المخلفات هنستفيد منها وإزاي لو ما عملناهاش هندرها طيب البداية لو أنا ما فصلتش المخلفات مش هقول إن أنا ما قدرش أقدر أدورها أقدر أدورها بس يبقى فيه صعوبة في عملية تدوير المخلفات لو المخلفات العضوية موجودة مع البلاستيك موجودة مع الكرتون المخلفات العضوية دي هتبقى ملوسة بالمواد الكيميائية في البلاستيك والكرتون وخلافه فهيصعب إن أنا نزلها في الزراعة تاني كاسمات عضوي للأرض الزراعية لكن في حالة فصل بواقي الأكل في مكان والبلاستيك والكرتون في مكان تاني ده بقدر زي ما حضرتكم أشارتوا أن أنا أعيد تدوير البلاستيك تاني وأقدر أعيد الكرتون تاني وأقدر أعيد الكنز تاني كألمونيوم والباقي المخلفات العضوية أقدر أن أنا أحاولها لإسماد عضوي للأرض الزراعية زي ما أشارتكم إحنا عندنا كمية تولد لمخلفات 26 مليون طن مخلفات نوع واحد من المخلفات السنوية هي المخلفات البلدية 26 مليون طن سنوية أي المخلفات البلدية؟ المخلفات اللي هي المتولدة على الأنشطة المنزلية المخلفات العادية بتاعتنا لكن عندنا أنواع كتيرة من المخلفات ليها قيمة اقتصادية برضو مخلفات الزراعية وكان عندنا خلال اليومين اللي فات ووزارة الانتاج الحاربي بتفتتح أول مصنع لتدوير مخلفات الموز مخلفات الموز دي احنا عندنا 120 ألف فدان سنويا بينتجوا 12 مليون طن مخلفات الموز سنويا كان كل ده بتحرق كل ده بيسبب دراء للبيئة بدأنا نحوله الجزء اقتصادي جزء بينتج منه كرتون مخلفات الموز كرتون الموز اللي هو قشرة الموز والصباطة والشجرة نفسها ده بتعامل ورق وبتعامل الكرتون وبدأ ينزل السوق وبدأنا نصدر كمان منه المصنع يشتغل لأ وعندنا قيمة اقتصادات تانية يمكن بشكر وزارة الانتاج الحاربي عليها بدأنا نصنع خطوط ان احنا نورطها لإفريقيا إفريقيا بتنتج 17 مليون طن أو زراعة 17 مليون فدان موز في إفريقيا إفريقيا محتاجة الخطوط دي الانتاج الحاربي بدأ التجربة ان يصنع الخطوط دي وهنورطها لإفريقيا إن شاء الله ودي بشكر عليها وزارة الانتاج الحاربي انها بدأت تفكر كمان مش فكرة انها تشجع عملية التدوير مخالفات الزراعية وتحقق قيمة اقتصادية لا بدأت تفكر انها تصدر لإفريقيا وتجيب قيمة اقتصادية وعملة للدولة المصرية ترجمة نانسي قنقر